في ضرب للشرعية الدولية التي أقرها مجلس الأمن الدولي في مناسبات كثيرة تواصل جبهة البوليساريو الانفصالية عرقلة حركة السير بمعبر القرقرات والأعمال التخريبية والاستفزازية بين المراكز الحدودية المغربية والموريتانية تحركات تنتهك القرارات الخمسة الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والتي طالبت البوليساريو باحترام وقف إطلاق النار والابتناع عن أي عمل من شأنه زعزعة استقرار الوضع أو تهديد استئناف العملية السياسية تقرير إنصاف الحموتي انتهاك صارخ جديد للقرارات الأممية ومحاولات متهورة لخرق أوامر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش الذي دعا فيها إلى الحفاظ على حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة انفصاليو البوليساريو أقدموا على عرقلة معبر القرارات وواصلوا تخريب الطريق الرابطة بين المراكز الحدودية المغربية والموريتانية وكذا استفزاز أفراد القوات المسلحة الملكية المصادر أكدت أن الانفصاليين قاموا بتخويف العاملين في بعثة المينورسو عن طريق رشق طائرة مروحية بالحجارة كانت تحلق فوق المنطقة تحركات تهدد بشكل خطير استدامة وقف إطلاق النار وتنتهك القرارات الخمسة الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن والتي طالبت البوليساريو باحترام وقف إطلاق النار والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يزعزع استقرار الوضع أو يهدد استئناف العملية السياسية الجماعة الانفصالية المسلحة التي انخرطت في أعمال لقطع الطرق في منطقة من التراب الوطني المغربي والتي تقع تحت مسؤولية الأمم المتحدة أظهرت المملكة المغربية إزاءها حتى الآن ضبط نفس وحكمة كبيرين الانفصاليون الذين طالبتهم الأمم المتحدة بالانسحاب فورا من المنطقة العازلة في القرقارات لا يخبئون رغبتهم في نسف الشرعية الدولية من خلال الدعوة إلى الحرب والاستخفاف بالأمين العام للأمم المتحدة وببعثة المينورسو الذين يتعرضان لهجمات منتظمة من قبلهم ويبدو أن الجماعة المدعومة من الجزائر تتخبط عن طريق تحركات عشوائية عقب سلسلة انتصارات سياسية وديبلوماسية مغربية بدأت بافتتاح مجموعة من قنصليات دول إفريقية شقيقة بالصحراء المغربية وانتهت بافتتاح أول دولة عربية لقنصلية لها بالمنطقة أما الضربة القاضية فكانت عبر القرار الأخير لمجلس الأمن الذي جدد التأكيد مرة أخرى على سمو مبادرة الحكم الذاتي لحل نزاع المفتعل حول الصحراء المغربية وكرس موقع الجزائر كطرف رئيسي في النزاع